إذن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن الانتقادات التي توجهها جهات سياسية لحكومته حيال تعاملها مع قطاع غزة ليست في مكانها مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ القرارات بناء على مشاورات مع الأجهزة الأمنية وفي هذا السياق تعيش منطقة الشريط الفاصل بين غزة وإسرائيل حالة من الترقب في ظل أنباء عن تثبيت التهدئة بينما يستمر إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل هل ستصمد تسوية الجديدة بين حركة حماس وإسرائيل وتكون بداية للهدنة المنشودة طويلة الأمد أم أنها ستسقط في غضون فترة زمنية قصيرة نظرا لوجود سوابق كثيرة في هذا الصدد سؤال يراود الكثير لدى الجانبين في الطرف الإسرائيلي أطلق مسؤولون كثر لسيما المعارضين لرئيس الوزراء سهامهم على بن يمين تنياهو لتمريره التسوية من التهم التي أطلقوها ضده إعطاء الأولوية إلى مصالحه السياسية والشخصية في ظل اقتراب انتخابات الكنيسة وأطباق شبهات الفساد عليها وأنه أدار ظهره للسكان الإسرائيليين المجاورين لقطاع غزة واستسلم على حماس التي استمرت في إطلاق البالونات وطائرات الورقية الحارقة مشعلة مئات دلمات من الحقول على الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل نتنياهو رد على هذه الانتقادات ننافذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية الدعاية التي يمارسها البعض ضدنا والكثير منهم يقدمون لنا نصائح لم يطبقوها عندما كانوا يحملون وظائف رسمية لا تؤثر علينا فهم سيكونون أول من سينتقدنا إن شنينا عملية عسكرية واسعة ومناء على التسوية التي توسطت فيها كل من مصر والأمم المتحدة تم إدخال عشرين شاحنة وقود عبر معبر كرم أبو سالم اليوم كما وسعت مساحة الصيد ليصل مداها إلى خمسة عشر ميلا كما يتوجرب على الطرف الفلسطيني إنهاء ظاهرة الاعتصامات عند سياج الفاصل وإطلاق البالونات الحارقة الزميل أدهم حبيب الله معنا من أشريط الفاصل بين غزة وإسرائيل أهلا بك أدهم أولا هل الأمور اليوم أهدأ مما كانت عليه خلال الأيام الأخيرة خلال نهاية الأسبوع بالنظر إلى ما يقال عن أن الطرفين توصلوا إلى تهدئة نعم وفق الأنباء أن الطرفين توصلوا إلى التهدئة في اليوم الأخير تشهد المنطقة طبعا اليوم حالة من الهدوء ما بين حركة حماس وأيضا الجانب الإسرائيلي بعد أسبوع شهدت هنا المناطق المتاخمة لقطاع غزة والحدودية مع دولة إسرائيل حرائق وبالونات التي حرقت كما أفادت المصادر الإسرائيلية الأخضر واليابس في الحقول الزراعية وأيضا خلال الجولة التي قمنا بها قبل هذا التصوير طبعا شهدنا الضرر الذي ألحق مثل هذه الحقول هنا الحديث أن خلال أسبوع ووفق المصادر الإسرائيلية وسلطة الإدفاع أكثر من مئة حريق نشبوا في المناطق المتاخمة واليوم هو بعكس تشهد المنطقة أكثر حالة من الهدوء على ما يبدو بعد التوصل إلى تسوية واتفاق ما بين الطرفين وأريد أن أضيف هناك نقطة أيضا ما الجميع تنقل في الأيام الأخيرة ترتبط أيضا ما كان في ورشة المنامة وهو أيضا جزء من التسويات الحديث كان عن ممر أمني ما بين إسرائيل وما بين الضفة وقطاع غزة وربط طبعا المنطقتين إسرائيل ترفض ذلك هناك من يربط أن إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنا أيضا إن كان في الصواريخ والبالونات الحارقة وأيضا إدخال الأموال من أجل أولا عدم من أجل أن لا يكون مثل هذا الممر وأيضا تواصل حماس مع الضفة وهذا الانتقاد طبعا موجهة أيضا لحركة حماس في هذه المرحلة طيب أدهم على الرغم من الحديث والأنباء عن التوصل إلى تفاهمات للتهدئة ما من طرف لا في حماس وسائر الفصائل الفلسطينية ولا في إسرائيل تحدث عن التوصل إلى هذه التهدئة ما الذي يصلنا من المصادر الرسمية ولماذا التكتم إذا كان الأمر كذلك يعني حتى الآن كما أشارت شيرين يوجد تكتم حتى في الجانب الفلسطيني وأيضا في الجانب الإسرائيلي علما أن في الأيام القريبة سيصل طبعا إلى قطاع غزة الوفد المصري من أجل الاستمرار أولا في كل ما يتعلق بالتسوية والتهدئة بالإضافة إلى ملف المصالحة ولكن إذا تحدثنا عن نأخذ الرموز بعض الشيء هو أيضا حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو لم يقل بصريحة العبارة توصلنا إلى التسوية واتفاق علما أن هذا الشيء قد يضر بنتنياهو قبيل الانتخابات البرلمانية وسط انتقادات من قبل معارضيه في التوصل إلى التسوية واتفاق مع حركة حماس هو لا يستطيع أن يقول أن توصلنا لاتفاق مع حركة حماس أو مع الفصائل في قطاع غزة ولكن هو يقول من كان بمكان أيضا بإمكان أن يأخذ نفس القرارات أو لأن يشن هجوم عسكري أو حرب على قطاع غزة في هذه المرحلة ولكن نقرأ ما بين السطور لجميع الأطراف حتى الآن واضح أن هناك تسوية على العديد من الأمور ولذلك تشهد هذه المنطقة يعني بعكس ما كان في الأسبوع على خير حالة من الهدوء طيب إلى أي مدى أدهم الأنباء التي تم تناقلها اليوم في الصحف الإسرائيلية عن أن رسالة من الوسطاء المصريين وكذلك في الأمم المتحدة لحماس بأن إسرائيل ستصعد ردها على البالونات الحارقة هي التي أوصلت الطرفين إلى تفهم التهدئة الحالي بداية يعني كما قلت بداية كل التهديدات التي كانت بالأيام الأخير أن إسرائيل يعني بداية ترى تقول أنها معنية بتصعيد عسكري وتوجيه ضربات وأن في الأسبوع الأخير كان هناك أيضا عمليات عقوبات بعدم توسيع مناطق الصيد بالإضافة إلى ذلك بعدم إدخال مرة أخرى كل مسألة الأبوال هناك أيضا من يقول أن المسألة ترتبط في قضية الموظفين تقسيم الأموال على العائلات وأيضا على الموظفين لحركة حماس ولكن دخول الوسطاء كان من الأمم المتحدة وأيضا الوسيط القطري وأيضا المصريين في هذه المرحلة بالذات من أجل التوصل إلى هدوء الأطراف غير معنية الآن في مرحلة ما يسمى بالتصعيد وأيضا الحسم العسكري ولكن مسلسل المفاوضات مع حماس وأيضا التوصل إلى تهدئة في هذه المرحلة ربما كما تشير أيضا بعض الصحف هو بمسحة جميع الأطراف أشكرك جزيلا شكرا زميل أدهم حبيب الله من الشريط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل